العقيدة لا تعرف أعمال السحر والشعوذة والكهانة والخرافة والتعلق والتطير والتشاؤم من ذوي العاهات أو الأيام أو الشهور كما يعتقد أهل الجاهلية في شهر صفر فجاء الإسلام لا هامة ولا صفر الله جل وعلا من فضله ومنه على عباده هيأ لهم هذا الدين القويم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من الله علينا بهذا الدين بعد أن كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة هميا فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعث الله نبيه بالهدى ودين الحق الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح وكل ذلك في جامعة الدين القويم الذي إنما يعتمد أولا على المعتقد الصحيح العقيدة الصحيحة الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والقيام بأركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وهذه هي أصول الإيمان فأصول الإيمان مع أركان الإسلام الخمسة أحد عشر كوكبا هي هدايات هذا الدين القويم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فإنه لا غنى للعبد عن الدين وحاجته إلى الدين وأمور الدين أهم من حاجته إلى الطعام والشراب والغذاء والهواء والدواء لأن الدين به حياة ونجاة الدين والدنيا والآخرة الدين صلاح العقول والقلوب وزاد الأرواح والأفكار وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فالمسلم عليه أن يُعنى بهذا الدين ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أنها إنما قامت على إعزاز الدين وقامت على سوق الدين القويم بالعناية بالعقيدة الصحيحة الصافية فلله الحمد والمنة لا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله ولا نلتجأ إلا إلى الله في كشف الضر أو جلب النفع أو شفاء المرضى لا نتقرب إلى مخلوق ولا إلى قبر ولا إلى شجر ولا إلى حجر ولا إلى ظريح لا يملك الخير إلا الله ولا يصرف الشر إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين العقيدة لا تعرف أعمال السحر والشعوذة والكهانة والخرافة والتعلق والتطير والتشاؤم من ذوي العاهات أو الأيام أو الشهور كما يعتقد أهل الجاهلية في شهر صفر فجاء الإسلام لا هامة ولا صفر فالمسلم عليه أن يتقرب إلى الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر